وعشان نعرف إزاي نعيش بالمهارة دي مهارة التأكيد على أبادية العلاقة الزوجية محتاجين نقوم بشوية خطوات الخطوة الأولى لازم نعبر باستمرار وبطرق متنوعة عن الحب والاهتمام بشريك الحياة فكل زوج وكل زوجة بيحتاجوا للتعبير وبيحتاجوا يعبروا عن الحب في كل لحظة وكل واحد فيهم بيحتاج أن يشعر أنه مازال مرغوب من شريك حياته فالزوجة بتحتاج تسمع كلام حلو من زوجة وبتحتاج تشوفه بيغير عليها عشان تحس أن هي مازالت جميلة وامرأة وأنثة عشان ده كان في بداية الجواز فهو لازم يشعرها أنه مستمر في باقي الجواز الستات اللي بتسمعنا عارفين ده وده لما بيخف هي بتحس أن الحياة الزوجية والحب بخف لكن ده لو استمر بتحس أن هي دايما متقلقة والناس تشوفها كده كأنها نظرة كأنها صبحة دايما لأنها دايما بتغزى بهذا الكلام اللي بيخليها تحس وكأنها زي ما في أول لحظة جوزت بيها هل معنى كده أنه بس حب رمانسي؟ لا ده كلام وأفهال واهتمام بالطريقة اللي هي تحب وتحس بأهميتها عند زوجها به وكذلك الزوج عشان الناس ما تفتكرش أن احنا ما نتكلم عنه الزوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى زي ما هو الزوج كذلك الزوج كذلك بيحتاج أنه يحس أنه ما زال في نظر زوجته أتخيله؟ الزوج يعني ممكن يبقى سعيد جدا جدا لما يحس أنه ما في نظر زوجته الشاب ما زال هو الشاب القوي البطل بيحب ده يحسه في عين زوجته ولذلك في بعض الأحيان بيتم استياضه من هذا الباب فلو هو حس في عين زوجته أنه ما زال الشاب البطل القوي ولذلك مهم جدا أن الزوجين يعبروا عن بعض عن حبهم لبعض فيا دايما تقوله احنا ما نقدر انا ما قدرش عايش من غيرك أنت وجودك بالنسبة لي أكتر حاجة بتحسسني بالأمان أنا من يوم ما اتجوستك وأنا حس بأننا الحمد لله ما بحسش بأي خطر أو أي تهديد طول ما أنا حس أن نحسك بالدني يا سلام حس إيه ده ينزل يكسر الدنيا ينزل يشتغل لغاية سنتينه قدام مكتب من الأزواج لما بيقوله في جلسات الاستشارات بيقوله احنا عايزين كلمة حلوة ولذلك لازم تعبره عن حبها واهتمامها ولازم كل واحد فيهم يعبر بحبه واهتمامه بالطرق المختلفة اللي بتتناسب مع كل واحد فيهم لأن مرضود ده بيبقى على النفس مختلف ولازم نغير وننوع فيه أدوات التعبير عن الحب فمثلا التلامس التعبير عن الحب فيه بيشعر الزوجة بالاحتواء وعشان كده كتير من الزوجات كتير من الزوجات تحب أن الزوجة هيبقى أطول منها وأعرض منها عشان لما يحتضنها هتحس أن هي تم احتواء وهي بتحس بده بتحس بالاحتواء والأمان والزوج يشعر بقى بالتدليل بالتلامس يحس بالتدليل يحس أن فيه نعومة وحس فيه أن فيه أن الحياة بتتغير والحياة بتحلو والحياة بترق من خشونتها اللي هو بيعيشها لما تلمسه زوجته وهي مهتمية بيه ومهتمية أنه هو يشوف حاجة تانية في الحياة فيحس أنه هو يدلل بعد كل التعب والأساء اللي هو بيشوفه في الحياة ولذلك كمان لازم يعني مثلا لغة الهدايا أنا طبعا بعاني أن أفهم من الرجالة أن لغة الهدايا عند الستات مش معناها أن الستة مادية ده غالص الهدايا لو كان فيها أنت بتدفع فلوس أنت مش بتدفع فلوس أنت بتتعبر عن الحب ولذلك الستة لما زوجها بيهديها ويكون الهدية عجباها فهي بتشعر بإيه؟ بتشعر أنه فهمها وعايز يسعدها يعني فيه ستات كتيرة ما تحبش أنه يهديها بالورد يهديها بالدهب وفيه ستات كتيرة ما يهديهاش بالدهب يهديها بأنه يجب لها الحاجة اللي هي كان منحتاجها في البيت يا سلام تحس أنه فهمها وعايز يسعدها والزوج بقى لما زوجته تهديه بقى يحس أنه مازالت منجزبة إليه زي في أول وقت جواز وده كله بيزود شعورهم أن علاقاتهم مع الدوم تخيلوا حركة الهدايا دي ممكن تخلي الواحد والواحدة عايشين بالذكرة الهدية ديته الحاجة وكل ما يشوفه الهدية دي يمشوا لقدام ويفضلوا يزيحوا المشكلات والاختلافات من قدامهم ويعيشوا مع بعض يبقى الحاجات دي بتخلي فيه استدامة الحاجات الثانية اللي احنا لازم نعملها عشان نبقى عندنا المهارة دي لازم يبقى عندنا دعم وتشجيع مستمر لازم الزوجين يهتموا بدعم بعض ويشجعوا بعض في كل خطوة من خطوات الحياة وكل خطوة بيعملوها يبقى لازم يبقى لها تأثير إجابي على نفس الزوجة ونفس الزوج والدعم على الزوجة بيحسسها أنها متميزة ومتفردة ولكن لما تحس أنها متميزة ومتفردة هتحس أن جوزها يفضل متعلق بيها الستاتة عندها التفرد والتميز عندها يخليها تحس شعور كده مش بس بالقبول تخليها تحس بالتمسك أكتر ولذلك هو دايما لازم يحسسها أنها فريدة ما فيه زيها هي بقى لازم تحسسه أنها ايه؟ تدعمه وفي كل حاجة طب لو حصل أزمة تقف في ظهره فلما تقف في ظهره إيه اللي حاصل؟ تحسسه أنه ما زال بطل لأن أكتر حاجة بتقلق الأزواج المستقرين نفسيا ومتزنين أن أنا في مشكلتي ديت أنا إزاي أولادها يشوفوني إزاي أسرتها هتشوفني إزاي زوجتها هتشوفني أنا لسه هفضل في عينيهم الشخص البطل اللي قادر يسعدهم ويسندهم ويحميهم وإزاي كهي لما تجي تقف وتدعمه هو بيحس أن الدنيا كلها ما فيهاش مشكلة ما دون أنت أنا في عينيكي لسه على حالي الحاجة الثالثة التأدير لازم الزوجين يقدروا بعض فكل واحد فيهم يقدر دور التاني في الحياة يقدر شريكه ولما يقدره يقوله كلام يحسسه هو نفسه بتشحن لما يقدر شريك حياته هو بيحس أن حياته مليانة وما يقللش منه ولا من أفعاله بالعكس يمتن إليه والتأدير بيخلي الأشياء وقدر الحاجات اللي بيحبها يعني ما يسفهش من الحاجات اللي الشخص بيحبها ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيأبيه هو أمي لما كان مع السيدة عائشة إيه اللي حاصل ضع منها العقد بتاعها في الطريق إيه اللي حاصل وقف وقعد يدور له على العقد لدرجة أن سيدنا أبو بكر حس إيه إيه العقد دوة وإحنا أصلا لا وقعدين في مكان سحرا لا فيه مية ولا إحنا معنا مية وحبست رسول الله وحبست الناس وليس معنا ماء ولسنا على ماء سيدنا أبو بكر شايف حجم المسألة كده لكن رسول الله كلنا وقفين بندور على عقد السيدة عائشة فإيه اللي حاصل فنزلت آية التيمم شوف حضرت النبي مقدر اهتمامات السيدة عائشة إزاي فكان ده من بركات سيدنا من بركات آل أبي بكر يبقى إذن نقدر اهتماماتها وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر اهتماماتها فيخليها تتفرج على لعب الأحباش ويسابقها رابع حاجة لازم يبقى فيه احترام متبادل خاصة قدام الأهل والأبناء كل واحد من شركاء الحياة الزوج والزوجة لازم يحترم بعض بالعكس لازم قدام كمان الناس بدون مبالغة يعني بدون أن يعمل حاجة مصطنعة لازم يوضح احترامه قدام الأولاد وقدام الأهل كتير من الزواجات بيجونا في الإرشاد الزواجي تقول لي أنا قدام أهلي رافع راسي أنا بحس إن أنا أميرة وملكة ودوة اللي بيخليني أصبر على مشكلات كتيرة في الحياة هو يقول الحمد لله أنا بيخلياني ما نزلش راسي قدام أهلي أبدا لأن كلام عني كلام كله كلام إيجابي حتى لو كنت أنا مأثر فده على دماغي من فوق لما واجه أسألهم إيه الصفات الحلوة اللي ممكن يكون في شريك الحياة فصفة التأدير دي صفة من أهم الصفات ما بين الزوجين وخاصة الأولاد كمان الأمان ده بينتقل إلى الأولاد لما يحسوا إن علاقة أبوهم وأموهم علاقة بها العازل على العازل جمال وكمان الشريكين للحياة بيحسوا إذا كان أنا مقدره فأنا ما عليش شيء بيستخدموا اللغة دي فأنا عندي رصيد عنده فرصيد ده هيخلينا مع بعض وإن علاقتهم ما تستمر لأن بعضهم بيستخدم الأهل والأبناء في بعض الأحيين نوع من أنواع العقاب فلما يستخدم كنوع من أنواع المكافأة فبيحس إن لا 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 فلو زوج اختلف مع زوجته وقرر يعقبها أرجوكم ما يكونش العقاب بأهله ولا بالأولاد لأن ده ممكن يوصلنا إلى منطقة سيئة جدا 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 عايز تملك قلب زوجتك عايز تملك قلب زوجك أتضروه أتضروه بعضه قدام الأهل والأولاد ده هيخلي الحياة بينكم شكل تاني خالص